بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء النهاردة عايزين نتكلم عن جليس جليس مختلف شوية جليس كلنا ساعات بنبقى محتاجين ومندور عليه جليس بعض الناس لما بيفقدوه حياتهم بتجف وتبقى هشة وساعات حياتهم ما بيبقى لهاش لازمة جليس على قد ما الناس شايفينه صغير على قد ما دوره في حياتنا كبير قوي جليس النهاردة يكون كل واحد فينا بيدور عليه يا سيدي بيدور عليه في كل وقت ووقات كتيرة بننتظر يجينا برغم أنه موجود حوالينا في كل تفاصيل حياتنا وفي كل لحظات حياتنا جليس النهاردة جليس لما هذكره مجرد ما ذكره في ناس كتيرة الناس هتنقسم لقسمين ناس كتيرة على طول هتبتسم وناس تانية هتقول ياريتوا معانا الجليس النهاردة هنتكلم عليه جليس البحث عن البهجة قدي ايه الكلام عن البهجة ممكن يسعد إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنتم عايزين أقول لكم أن من أسماء رسول الله التي أحب أن أضفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ناشر البهجة صلى الله عليه وسلم من كان وعشان كده بيقولوله كده في المدايح من يرى وجهك يسعد قطه يا وجه السرور حضرة النبي وجه السرور حضرة النبي ناشر للبهجة فقد ايه بندور في يومنا عن شيء يبهجنا يدخل فرحة على قلوبنا كل حد فينا بيدور عن البهجة في شيء ما في ناس بتلاقيها وبتعشها وفي ناس تفضل تدور عليه وتفتكر إنه لقيته وبعدين تكتشف إنه ما لقيتهش عارفين ليه؟ لأن البهجة مزيج كده ما بين الفرح المريح واحد قلبه منشرح يعني مبتهج زي حد مثلا بيحاول يدور على البهجة في الشبنج مثلا وبعض الأحيين عشان يبتهج مدة أطول يروح مزود في التسوق لحد ما يصاب بهوس الشراء فيه هوس مشهور أوه أوه الغريبة إن بعد الشراء بشوية يرجع أو ترجع تلاقيه أو تلاقيها مكتائبة تاني تاني لأن البهجة في الحقيقة معنى والمعنى ده ليه مكان واحد بيسكنه هو القلب فالبهجة بتسكن في القلب مش بتسكن في الصور وفي الأشياء وعشان كده مش هيحصل المعنى ده بكتر تحصيل الأشياء المعاني اللي بتشوفها البصيرة واللي بتدقها لسان القلب وعشان كده ناس كتير مننا بتدور على البهجة في اللف بالساعات على السوشيال ميديا وفي حلقة عندنا اسمها أطفال السوشيال ميديا اللي بتتفرجوا عليها يدخل يمكن يلاقي شيء يبهجه ويفضل يقلب وبعد ما يقلب كل ما يعمل سكرول كل بعد ما يقلب منتظر إن البهجة هتيجي دلوقتي البهجة هتيجي البهجة هتيجي يبص يلاقي نفسه قضى ست ساعات على السوشيال ميديا والبهجة ما جاتش ويخرج ويدخل تاني على طول على أمل إن شيء يبهجه وفي كل مرة يخرج وهو حس بالكآبة لأن في الحقيقة البهجة مش بتتشاف فيديو البهجة يا سهدي البهجة حياة بتتعاش فالبهجة حياة يعني إيه؟ يعني البهجة متوقفة على نظرتك للحياة ولذلك شوف كده البهجة بتيجي منين مثلا مصدر مصدر البهجة المشهور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فضل الله ورحمته مصدر للبهجة فالشخص اللي دايما حاسس إنه غرآن في نعم الله مهما كان عنده رقم مهما كان عنده رقم صغير أو رقم كبير هو مفتهج مفتهج ليه؟ لأنه محل نظر الله وفي ناس بعد منتصف العمر توقف كده وتخاف وتحس إن البهجة في أيامها راحت خلاص راح راحت البهجة وراحت أيامها البهجة دي مع الشباب مع الانطلاق وإحنا خلاص فيروح يعمل أي شيء حتى لو كان الشيء ده معصية على أمل إنه يلحق يعيش البهجة اللي فاتته لما مر عليه العمر وبعد ما يعمل الشيء اللي هو كان متصور إنه هو فيه بهجة قلبه يتملي بالكآبة كآبة إيه؟ كآبة المعصية وكآبة إيه؟ كآبة الأحباط لأنه غطى عينه عن البهجة اللي سكن حياته إيه ده يعني هو مش راح يشوف البهجة لا ده هو جاب رداء أسود واستار سودة وألقاها على بصيرته فما يبقتش تشوف البهجة هو الإحساس بالبهجة ده لناس وناس يعني فيه ناس ربنا أسم لها نصيب من البهجة وناس لا الله كريم الله واسع الله يحب أن يسعد عبادة وأكبر دليل على إن ربنا بيسعد عباده النعمة ربنا عايز يبهجنا ولذلك خلى حياتنا كلها نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يبقى البهجة ملهاش آخر وعشان كده الله سبحانه وتعالى جاهل البهجة في كل ركل من أركان حياتنا الله سبحانه وتعالى يقول وهو يتكلم أما انخلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة إيه؟ ذات إيه؟ بهجة فالكون مخلوق بكسوة من البهجة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن أبواب الجنة مفتوحة على الحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله وما هي رياض الجنة؟ قال حلق الذكر فالدنيا مليانة جنة وبهجة ولذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فالناس فريحين بما أتاهم طيب وإحنا في الدنيا ما إحنا برضو نبقى فريحين بما أتانا يبقى إذن في ناس بتنظر سنين الناس بقى اللي مش واخدين بالهم من الكلام للأصول اللي إحنا قلناها في ناس تفضل سنين عشان تعيش لحظات فيها بهجة مع إن البهجة أقرب إليهم من أنفسهم ومن نفسهم بسبب بعض الأمور منها إن أصحاب التدين الكمي للأسف أصحاب التدين الكمي دولا ماشيين ورانا في أي حاجة فيها سعادة ولا عزو بالله هم ناس بما ورهمش غير يوقفوا المراكب السيرة ويجففوا قلوب الناس ولا عزو بالله حاجة كده تحس كده زي ما حضرت النبي وصفهم بأنهم يمرقون من الدين ملوق السهم من الرمية وإن قلوبهم أشد من الحجار أصحاب التدين الكمي عاموا له إيه ربوا الناس على إن البهجة دي مش من الدين أقول لكم ربوا الناس دي على إن البهجة ساعات إلي تأدب وساعات إن البهجة دي مسخرة وساعات إن البهجة دي ملحة دي لا تتناسب مع المتدين الوقور فروجوا للناس سورة المتدين الوقور اللي هو المتخشب في الحقيقة يعني كأنهم خشب المسند تحس كده أن انت بتتعامل مع شخص وجهه خشبي كان زمان بيتكلموا عن السيف الخشبي أنا كمان بيتكلم عن الوجه الخشبي الوجه اللي ما فيهوش أي تأثرات ولا إحساس بكون الله الجميل فلما بيشوف جمال ما يقولش الله ليه الله دي بتاعت الدرويش فما فيش بهجة ما فيش بهجة لب صوت ما فيش بهجة لب منظر ما فيش بهجة بكلمة من حد ما ينفعش يقول لحد الله عليك لحسن لما يقول له الله عليك يبقى كده بيبالغ لا ده شاف حاجة مبهجة فيبتهج بيبتهج بنعمة ربنا مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع كان لا يرى إلا متبسما وأنا لازم يعني لازم أهمس في أذن حضراتكم أيها المتدين أيها المتدين الوقور من راغب عن سنتي فليس من يعني أنت كده مش على سنة رسول الله وعلى فكرة ومش هتنفع برضو لابتسامة البلاستيك اللي أنت في بعض الأحيان ده لا مش هتنفع فيه ابتسامة حقيقية لما تشوف نعمة ربنا وفي بعض الناس بتظن إن البهجة اللي هي تجلي من تجليات السعادة طرف الناس بقى من كتر المظلومية وكتر الهم والغم اللي كان رسوف نفسهم بيقولوا النفسهم هنبقى سعداء لما نبقى فاضين يا سيتي لكن البهجة دي مش طرف على فكرة البهجة ده جزء من مفهوم الحياة لإني بفهم إن السعادة لازم نفع من السعادة واجب السعادة جزء اسمع السعادة واجب ليه؟ السعادة جزء 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 من شكر النعمة ربنا السعادة جزء من شكر النعمة ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم لأن ربنا بيحبنا نفرح وأمرنا إن إحنا نفرح زي ما قلت لكم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون وفي ناس بتظن إن هي عتكون أكثر إنسانية لما تفضل وفية لآلمها وأوجعها لدرجة إنهم ممكن يحتفلوا بعيد ميلاد أوجعه بس ده في الحقيقة مش وفاء للإنسانية ولا وفاء لألوبهم التعيسة والمكسورة ده مش وفاء ده نوع من أنواع إيه؟ نوع من أنواع العماء العماء عن نور وجمال ما يفسعدنا الله به عرف ليه؟ لأن البهجة دي مفتاح من مفاتيح القلوب على رؤية ود المحبوب سبحانه وتعالى ولذلك في معصية اسمها تقديس السواد لأن الله سبحانه وتعالى ملأ حياتك بالنعم عشان تسعد لكن إن أنت تصمم ودار وشك عن النعمة وإيه اللي يحصل وتصمم على إنك أنت تتمسك بالوجع وبالألم أنت بتعمل إيه؟ بتكفر بنعمة الله آه والله بعض الكآبة والتمسك بالأوجاع والآلام كفران بالنعمة وفيه ناس بتعيش بفلسفة جح خائف أفرح ليه بقى؟ عشان ما أنا أتنكد مش يمكن بعد ما أفرح أتنكد فأنا هتدايق من دلوقتي يعني إيه اللي حاصل؟ أنا بدل ما أتعب أفرح وبعدين أحزن تاني فأحزن قوي فخليني لا خليني حزين من دلوقتي لإني لما أحزن أحمل نفسي من الوجع فأنا عنعزل عشان ما أعش في حاجة أسوأ من دي وابقى كده عارف أو حزن تعرفه أحسن من الوجع ما تعرفوش عارفك لا حياة مش كده الحياة ما بتتعش بالتوقعات الحياة لم يسبق لنا معرفتها الحياة ده فضل من الله سبحانه وتعالى وإحنا لا نحيط بالله علما ولذلك عطاء الله إحنا لا نحيط به ولذلك هو علمنا وقال لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في ناس بتربي نفسها على فكرة أني أنا ما عنديش أنا ما عنديش أسباب السعادة لا عندي أنيس ولا قريب ولا مال ولا جاه ما عنديش حاجة لا عندي لا أنيس ولا قريب ولا حبيب ولا أي حد مع أن أسباب السعادة على فكرة مالية حياته ما فيش ركل من أركان حياته هتلاقيه عنده أولاد عنده أصحاء عنده ناس بتحبه بس هو حطت على عينه حاجة واحدة بس منتظرة إيه اللي حصل أنا كنت محتاج أبويا يحن علي وأبويا محنش علي ورفضني أنا كنت محتاج أحب وتحب أنا كنت محتاج أتجوش صغير أنا كنت أنا كنت أنا كنت أنا كنت أنا كنت واحد بقى ومغم معني مغم معني عن نقمة النعم اللي محوطة في كل حاجة وعايش كآبة من بعدها كآبة البهجة يا سيدي عشان بس تعرف أسوأ حاجة بقى في البهجة الناس اللي اتعامل مع البهجة على أن هي لزة البهجة مش لزة فعشان كده مش هتلاقيها في الشوبنج ولا هي نشوة البهجة مش لحظة هتعيشها مع الهرمون ولا سواء الدوبامين أو غيره من هرمونات السعادة البهجة يا سيدي الحاجات البهجة الحقية هي تجلي من تجليات ودي الله وكرم الله تفتح عليك أبواب السعادة وتعرف أن السعادة ساعتها نور وتعرف ساعتها أن السعادة مدد وأن السعادة بأنك عبد يكفيك الله سبحانه وتعالى السعادة أنك تحس أن كل شيء بتعيشه مصنوع ليك بحب كل حاجة بالتفصيل ومكتوب على كل حاجة فإنك بأعيننا وإن اللي حاصل؟ ولتصنع على عين البهجة في الحقيقة يا سادة نوع من أنواع الإحساس والغمر بنعمة الله فتجد قلبك قبل لسانك يشكر نعمة الله عارف البهجة؟ هو قلب يشكر نعمة الله إحنا متعودين على أن شكر النعمة عندنا أني أحس بأن علي دين لكن شكر النعمة أني أفرح أول شكر النعمة أني أفرح بأن محل مدد الله ومحل عطاء الله ومحل نظر الله ومحل عون الله ومحل كفاية الله ومحل تدبير الله إحنا عندنا مشكلة كبيرة منعت قلوبنا عن أننا نعيش بالبهجة عندنا المشكلة منعت القلوب من أنها تعيش البهجة وتعيش كمان السعادة وهي إيه؟ استهلاك النعم إن احنا نبص النعمة على أنها منتق خلاص استخدمناه وخلاص أنا نجحت خلاص اللي بعده عارف أنت فكرة اللي بعده؟ وأكتر حاجة بتدل على استهلاكنا للنعم هو عدم شكرنا للنعمة فإذا أردت أن أنت تستهلك نعمة ما تشكرهاش لأنها تفوت خلاص عارف؟ إحنا ساعد بنقول للناس أنت لازم تعمل ذكرات سعيدة أكتر حاجة بتعمل ذكرات سعيدة هو شكر النعم شكر النعم شكر النعم بيجعل النعمة محفورة في قلبك فكل شوية تيجي تلمس النعمة المحفورة في قلبك تجي نفسك بتسعد وتفرح لأن النعمة لما تشكرها تدوم ولئن شكرتم لا أزيد أنكم يبقى إذن شكران النعمة هو اللي بيخلي النعمة من الذكرات اللي هيجي بعد كده قوله تعالى وأذكرهم بأيام الله فتتذكر يوم النعمة ويوم الفضل فتبتهج وتستبشر أن الخير جاي ويتفتح لك أبواب الأمل اللي تفتح بمفتاح الإيه؟ الأمل اللي تفتح بمفتاح الإيه؟ مفتاح البهجة شوفان النعمة والفرح بيها هو السبب الأساسي للبهجة في حياتنا إحنا طول الوقت بنجري عشان نلحق نحقق السيناريو اللي إحنا حطينه لتفاصيل حياتنا ودماغنا مشغولة بمليون حاجة على الرؤية نعمة ربنا سواء فيك أو في اللي حواليك وعشان كده في جملة جميلة أول قالها عالم العلماء النفس في كتاب من كتب بتقول إيه؟ أبطئوا قليلا وتذوقوا وشموا واسمعوا واصغوا إلى كل الأصوات المحيطة بكم ودعوا حواسكم تعود إلى الحياة نعم إن الأنات من الله إن الأنات من الرحمن والعجل من الشيطان الأنام عن نعمة من الله والتعجل مع النعمة من الشيطان وزيك الله سبحانه وتعالى عشان ما نتعجلش مع النعمة قال إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا بصوا في النعمة شوية حسوا بالنعمة شوية دوقوا النعمة كتير عشان تقدروا تعرفوا إن حياتكم مليانة بهجة يعني إيه؟ عيشوا النعمة يا ما فيه حنان وأنس ما حسناش بيه وكلام مليان محبة ود وجمال واستصغرناه واحد قال لي واحد بحبك قال له شكرا إيه شكرا الكلمة ما وردش على قلبه دخلت من هنا وطلعت من هنا مع إن الحب ده من عند الله وعشان كده لازم شوية نعيش ببهجة البهجة على فكرة بتتكون أنا أعمل حاجة لطيفة معكم إحنا قريتنا نتعلم الطريقة دي البهجة بتتكون من أربع خيوط كل حرف بخيط كل حرف منها بيدلنا على خيط منها فمثلا البهجة أولها باء فالبهجة الخط الأولاني فيها اللي بيغزل توب البهجة ده التوب الجميل الدوب الأنيق اللي أنت تحس إنه هو من ثياب الجنة ودوة اللي عن شوفه دلوقتي الخط الأولاني بتاع البهجة اللي هو الباء هو البساطة والبسطة إنك تعيش ببساطة بدون تعقيد وتبسط قلبك للناس اللي حواليك إنك تلاحظ النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لك عشان يشعرك بوده في التفاصيل البسيطة يكوب من الشاي ولا في لمسة نعمة ولا في راحة أذن ولا في صوت تسمعه في دعوة حلوة من حد انت قدمت له حاجة ويا سلام لو كانت دعوة أب أو أم في أول اليوم في أول مرة ابنك يتعلم يقف ويتحرك من غير ما يقع يا سلام فرحة ما بهجة ما بعدها بهجة في بسمة حد لك ما تعرفوش في الشارع وإنت ملكبك الهم في وردة جميلة شفتها في إيد واحد بيقدمها لحد بيحبه فتحس إن الدنيا لسه بخير في كوباية شاي مع حد من حبايبك فتحس إن الدنيا مليانة ألفة ومليانة ألوب طيبين هي دي الحاجات اللينا نبتدي فيها البهجة وهو دوت اللي احنا ممكن نعمله في حياتنا ده الخط الأولاني خط البساطة والبسط الخط التاني الهاء بتاعت البهجة خط استقبال إيه؟ الهدايا يبقى البهجة الخط التاني الهدايا إنك تعيش في حياتك تستقبل الهدايا من ربك سبحانه وتعالى واحد يقول لي يعني إيه اللي انت بتقوله ده؟ واحدة واحدة نحن في هذه الحياة ضيوف على الله فإحنا عايشين طول الوقت بيهدينا ربنا سبحانه وتعالى بيهدينا يا سيدي حتى بالهداية بيهدينا حتى بمحبة بيهدينا بكل حاجة إنك تحس بإنك الله سبحانه وتعالى أهدك بالناس اللي حواليك إنك تهديهم كلمة حلوة لإنها الجزاء والإحسان إلا الإحسان ربنا أهداهم إليك إنك تعبر عن حبك لأهلك وحبايبك وأولادك وزوجتك وزوج إنك تستجدع مع حد وتقف جنبه وتقف عشان جنبه عشان أنت حاسس إن أنت زي ما جات لك هدية بتدي هدية يبقى لما تستجدع مع حد وتقف معاه وجنبه وتشيل مع حد شئلة تقيلة إنك تفاجأ حد بمفاجأة تسعد قلبه إنك تمتن لكل اللي حواليك شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بيغزل الحب والبهجة في قلوب أحبابه لما ستنا عائشة بتقول إنها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت فسابقته إيه إيه اللي حاصل فسابقه على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السابقه يعني إيه اللي حاصل هذه وساعات بتجي في بعض الوقت هذه بتلك فشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هازي وبهجة هيفكرها إن هي برضو عملت سبق و فبهجة نشر البهجة وإزاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه اللي يحصل يشوف السيدة عائشة بتشرب منين فيقول لها الديني أشرب فيروح شارب من نفس المكان تخيل البهجة اللي هتحصل لها هدية إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يرتشف من نفس المكان اللي يرتشف فيه الكأس الجيم بقى جيم البهجة بقى خط أوه حلو قوي اللي هو خط الجمال يبقى بساطة وبسط وهدايا وهدايا من الله وجمال إنك تلاحظ الجمال في كل شيء كل شيء حواليك في الناس في الأشياء في الكلام في الأصوات في الصبح في النور في الشجر الناس اللي بتشتغل معاك إن الله ويبقى مكتوب على قلبك إيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلا إنه بتتعود على رؤية الجمال بيلقى قلبه مليان بهجة وساعات تلاقي الشخص كده لما يشوف حاجة جميلة تلاقيه كده وكأنه عايز يذكر آية يقول نشيد يقول يغني حاجة ليه؟ بهجة وبيعدي اللي حواليه ببهجة آخر بقى خط هو إيه؟ تاقي البهجة تاقي البهجة هي التسليم اللي بيعيش بإنه مسلم أمره لله وحياته كلها بيد مولاه سبحانه وتعالى بتتميلي جمال ويحس إن حياته كلها مغزولة عند مولاه وإن ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده هيحس إن رازق وقلبي سليم يشوف فيه الحياة من عند الله يبقى حاسس إنه مش شاي الهم ولا ألآن وحس إنه خفيف زي الطائر ومه بيقافش للناس على الوحدة عايش في كفاية حاسس إنه الله سبحانه وتعالى يكفيه والكفاية من أهم أبواب إحساس الإنسان بالبهجة والسعادة وبإن حياته مغزولة عند الله وآخر حاجة لازم أقولك إياك تصدق كده بالوجع والألم إن الحياة بتموت وإن الفرح اتخنق وإن السعادة تعجز لما الزمان بيفوت وإن الزمان والشكالح مليان سواد والحزن فيه مكبوت كل الأكاذيب دي يا صاحبي تدوب لما ييجي الصبح وفي إيده طبق القوت كل يوم الصبح ييجي ويا شنطة فرح شنطة هدايا وحنان تداول لتجرح يمسح بنوره وفي قلوب المحتاجين تطرح منح الصبح يا صاحبي مش مجرد نور الصبح باب جديد للحياة وتفتح اللهم اجعلنا في بهجة بحياتنا في حضرتك وفي ضيافتك يا جميل جمّل حياتنا بالبهجة بما رزقتنا به وسعت علينا يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى مع حضرتكم ونقرأ أسئلتكم من وصالتنا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم يا شيخ ليه سؤال عندي أختي بقى ليها سنتين ما بتكلمنيش حاولت أكلمها ما بتكلمنيش فمش عارفة أعمل إيه كله بسبب الورث طيب يعني أنت بتقولي أنتوا قسمتوا الورث فيبدو أن المفروض كانت هي منتظرة أن أنت تدلع حاجة أو تنزل على الحاجة فأصريت أن أنت تأخذ حقك كامل ده من خلال كلام اللي أنا فاهم من كلام حضرتك فهي زعلت منك أو أن كنتوا مفروض تتخرجوا بشكل معين فما حصلش التخرج بما يرضيها فحصل الزعل بينكم بتقولي سأليني أعمل إيه تعملي ثلاث حاجات أول حاجة تستمر في الاتصال بيها في المواسط تاني حاجة أن هي تدخل وسيط للإصلاح بينكم أن هو يكلمها ويقول لها أختك بتحبك وانت كمان تبعت لها رسائل من خلال هذا الوسيط ده شيء ثالث الحاجة الثالثة أن أنت تدعي لها من أكتر الأشياء أنا سف أكتر الأشياء اللي شفتها بتصلح القلوب على الدوام الدعاء الدعاء بظاهر الغيب بيخلي القلوب تتطهر تتنظف فأنا شايف أن الدعاء بظاهر الغيب مهم جدا جدا في حالتنا دي وفي سؤالنا ده يبقى ثلاث حاجات لا تتوقفي لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها لمن تستمر تاني حاجة نعمل إيه نخلي فيه وسيط يتشفع بين الناس عشان العلاقات وعلمنا الرسول الله أنه هو من أعظم ما علمنا إياه رسول الله لسا من أن الواحد يتوسط في إصلاح ذات البين فنوسط حد إيه يصلح منه التالتة ندعي تدعي لها وتدعي لك أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلوبكم ويجعلكم في خير حال إن شاء الله السؤال التاني بيقول إيه السلام عليكم أنا واحد في تالتة سنة ربنا يوفقك يا رب ويجعلك من أهل التوفيق والسداد وداخل على امتحانات وبصراحة مش بطيء أفتح كتاب وكمان أنا بصلي وكله تمام بس مش عارف إيه اللي أنا فيه ده حاسس أني في دوامة مش عارف أفوق منها طيب اللي انت فيه ده معروف قوي قوي عند كل اللي بيدرسوا في السنوية العامة معروف إن الناس اللي بيدرسوا في السنوية العامة بيحصل لهم حاجة لدرجة بعض الناس بعض العلماء والخبراء بقى عندهم مصطلح اسمه اكتئاب السنوية العامة يعني اكتئاب السنوية حوال اللي بطحيط بالإنسان فيما يتعلق بالسنوية العامة طب إيه سببه ده سبب الضغط اللي انت حطه على نفسك بص يا سيدي احنا الضغط ده بيحصل ليه لان انا بحس ان انا مطلوب مني ان انا حقق حاجة بعيدة وإيديا مش طيلها لا يا سيدي الحاجة البعيدة اللي إيديك مش طيلها دي خد بالأسباب لغاية ما تطول إيديك واللي بعد كده ربنا ضمنهولك يبقى أول حاجة كل يوم الصبح وده تدريب كويس لإخواننا بتوعيس النوم العام أول حاجة أول ما تصعى الصبح تقولي بعد ما تقول أصبحنا وأصبح الملك لله قول اللهم عليك توكلت وعهدتك ربي على أن أفذل ما في وسعي وأجري عليك وفتحي عليك ومددي عليك وقبولي عليك كل يوم الصبح وفي المساء تعمل الكلام ده وتتوكل على الله ولا يهمك أي حاجة وتوكل على الله وخلي قلبك متمسك بيقين أن الله سبحانه وتعالى معاك أنت مش أنت اللي بتكتب وما رميته إذ رميته ولكن الله رمى أنت بتكتب بمدد الله أنت بتفكر بمدد الله فخليك ماشي وتكالك على الله كده وهو أبدا 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 تلتفت إلى هذا الشيء اللي ألأك ويش هذا الشيء اللي واجعك فاصل ونرجع نكمل معكم أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة ومعنا سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي حلف علي مرتين بالطلاق لا حولها لا قوة إلا بالله ورد يمينه وبعدين كررها وحلف علي تاني وقال لبابا علي الطلاق لو بنتك مروحتش النهاردة تبقى طالب وأنا مروحتش من ساعتها وجدب وقال بقولتش كده إيه رأي حضرتك وكل كلامه علي الطلاق وبيسب الدين وبيضربني والله العظيم أنا تعبت بالله عليك أعمل إيه دلوقتي لا حولها لا قوة إلا بالله احنا عندنا شوية أمور لازم نعملها في أربع أمور لازم نعملها أول حاجة نسأل عن الطلاقات دي كلها ونقول لزوجي كده عشان قبل ما يروح يتصل بمئة وسبعة أو يتصل بنا يروح كاتب كل ألفاء كل حاجة ليه علاقة بالطلاق ألفاز الطلاق ساء علي الطلاق تكون يطلق أنت علي حرام كل الألفاز الليه علاقة بالطلاق يكتبها لأن أي حد عيسأله فأنا بقوله من دلوقتي أي حد عيسأله عيسأله عن الألفاز دي كلها لأننا عندنا الطلاق كده عامل زي المبنى لأن الطلاق مرتين فإن ساكم المعروفة ونتسلحهم إحسان فإيه اللي حاصل في الطلاق عندنا زي المبنى لازم نجيبه من أول من أول لفظة تقال فيها الطلاق لآخر لفظة لازم نبص فيها وندرسها كلها يبقى إيه اللي يحصل يكتب كل ألفاز الطلاق اللي قالها وييجي يعرضها علينا يتصل بمئة وسبعة أو يتصل بيها ونعرضها ونكلم فيها واحدة واحدة ده أول إجراء احنا قلنا أربع حاجات تاني إجراء لازم نعرف وهو ليه بيستخدم الطلاق ودي محتاجة تحليل محتاجة تحليل ليه لأن أنت كده تركزي هو إمتى بيستخدم الطلاق لما أنا بعنده ولا لما باتكلم عن أمه ولا بيستخدم الطلاق لما ما بسمعش كلامه لا ده بيستخدم الطلاق لما يكون فيه حاجة ليه علاقة بأهلي يبقى أنا عارفة أن المنطقة دي منطقة حساسة وعارفة أن المنطقة دي منطقة الطلاق أنا دايما بقول للناس كده لما بجد أدربهم لما أجب أعمل لهم رشادات بقول لهم إيه يبقى واضح أن المنطقة دي الدائرة دي دائرة طلاق يعني إيه دائرة طلاق أن الموضوع ده لما بيتفتح هو ساعات يجي يقول لمراته كده الموضوع ده أنت جاي على طلاقك فهو بلاش نتكلم في الموضوع ده ولما نتكلم في الموضوع ده نتكلم في الموضوع ده واحنا مستحضرين ان احنا لازم نهدي الكلام في أدنى مستوياته وده الإجراء التاني وده إجراء الناس ما تلتفتش إليه يا جماعة احنا لازم نكون مركزين في الجواز شوية اه والله احنا متجوزين كده وصيبين ايدينا يعني ايه متجوزين وصيبين ايدينا ما حادش بفكر ما حادش بحاول يحلل شرك حياته احنا نحلل شرك حياتنا والله العظيم وده يعني ده اسم كبير لما يكون الزوج والزوجة هو كل واحد فيهم بوابة التاني للدخول لدخول الجنة وبوابة التاني لمعرفة الله والدخول على الله فيبقى كل واحد فينا لما يفكر في التاني يفكر بما يوقعه في المعصية يعني يفكر بسوء الظن يغتاب وينم يمارس البهتان معاه طب وليه ده كله ده في الاخ خالص دي منا ربنا ادهاننا في البيت زوجك منا وزوجتك منا زوجك نعمة وزوجتك نعمة فانت ليه تعملوا كده ليه التفكير بالطريقة دي لا فكروا ركزوا شوي هو بيحب ايه هي بتحب ايه هو بيتعصب من ايه هي بتتعصب من ايه يبقى المنطقة دي يبقى عندنا ايه حرص شديد ان المنطقة دي اسمها منطقة الغام فبلاش اكتر منها لان انا عارفة ان المنطقة دي هيستخدم فيها ايه هيستخدم فيها الطلاق فبلاش هيستخدمها طيب حاجة التالتة بقى حاجة التالتة المهمة لازم نروح نعمل ارشاد زواجي لازم نروح للإرشاد الزواجي ليه لازم نروح للإرشاد الزواجي طيب دا مش هيحصل ايه غير لما حد يزيل كل التكلسات اللي بينكم كل الأشياء كل الحواجز اللي بينكم دي دي تجيال واللي هيشيل دات واحد متخصص واحد متخصص هيبين له ان هي مش خطر عليك فما مش محتاج ان انت تستخدم السلاح القاسي دات اللي هو سلاح الطلاق وبرضو هيخليكي تحس ان انت مش قدام وحش ده قدام انسان بينفعل انفعال لما بيتضغط عليه هل ده معناه ان انا ببرر لي طلاقاته اكيد لا لكن انا بعمل ايه بفسر ليكي ايه اللي يجب ان احنا نعمله يبقى اول حاجة ببساطة خالص نعرف احكام الطلاقات دي ايه تاني حاجة نعرف فين منطقة الطلاق اللي عندنا اللي بيكتر فيها الطلاق ثالث حاجة نروح لحد من الارشاد الزواجي عشان ايه اللي يحصل في مركز الارشاد الزواجي عشان ايه عشان يحاول يزيل الحواجز والعوائق اللي بين ده رابع حاجة واخر حاجة لازم ببساطة خالص ندعي البعض في السجود ادعيله في سجودك انا عسألك سؤال انت ابنك لو كان خايف عليه من حاجة بتعمل ايه بتدعيله تدعيله في سجودك بحرقة طب ده اللي ربنا جعله سبب لأولادك يعني جعله هو قبل أولادك مش لو ربنا سبحانه وتعالى هدا حياتكم هتكون أحسن مش لو ربنا هدا هتكونه أسعد مش لو ربنا هدا سبحانه وتعالى وفتح عليكم وجعلكم الله سبحانه وتعالى في سعد وهنى وتوفيق وسداد ده مش هيكون أحسن فانا شايف ان انت تدعيله في سجودك وتلتزم الدعاء في سجودك ده هتشوف العجب يبقى أربع حاجات بكررهم أول حاجة نعرف أحكام الطلاق تاني حاجة نعرف منطقة الطلاق دي ايه تالت حاجة نروح الارشاد الزواجي رابع حاجة ندعي تدعيله في سجودك وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكتب الخير والفتح والتوفيق والسداد يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة أو عن جليس عجيب شوية جليس الناس كتير من الناس بتعتبروا نوع من أنواع الايه نوع من أنواع الطرف وناس بتعتبروا مش من الدين والله ده كدب انا شفت حد لما يلاقي حد بيبتسم يقوله بتبتسم على ايه كان كده كان هو دايما كيف تبتسم والأمة فيها كذا أظن لو حد كان ممكن عشان هم الأمة ما يبتسمش كالرسول الله ولكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب البهجة صاحب نشر السرور صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصدر للبهجة لأي حد مرأى واجهك أسعد قطه يا واجه السرور فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجه السرور عشان نبقى عندنا العيش بالبهجة لازم يكون عندنا باقي البهجة اللي هي البساطة والبسط وهاء البهجة ان احنا نتيقن من هدايا الله سبحانه وتعالى ونعيش بهدايا الله ثالث حاجة نجي من البهجة نشوف الجمال في كل حاجة لأن الله كتب الإحسان على كل شيء ثم تأي البهجة ان احنا نسلم سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك الله سبحانه وتعالى تسليم الأمر إلى الله يريح البال ويخلي النسان يرى الجمال يا رب يجعلنا من أهل راحة البال يجعلنا من أهل البش ويجعلنا من أهل السعادة ويجعلنا من أهل الهنى نريد أن نكون على قلب حضرة النبي قلب يبتهج بنعمة الله سبحانه وتعالى ويختار لنفسي العبودية والشكر اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مبتهجين بنظرك إلينا وحسن تدبيرك لحياتنا اللهم اجعلنا في بهجة وفرحة بما أوليتنا به من النعم يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة